ليه داود عبدالسيد؟ داود عبدالسيد قيمة كبيرة جداً هو نموذج لما نسميه بسينما المؤلف لأنه هو مؤلف مش لأنه ألف كل أفلامه لا أنا بتكلم لأنه هناك سمة عامة في أفلامه تأخذ كل المشوار بنحس ببصمة مخرج ورؤية زي ما حضرتك تفضلت في شكله المضمون الحاجة التانية الحقيقة أنه هو ابن جيل مهم جداً هو جيل زي ما قلت لحضرتك اتخرج سبعة وستين هذا الجيل أثر السينما المصرية وقدم إبداع باقي طبيعي جداً نحن نتكلم عنه وإبداع باقي ومع كل الأجيال اللي اشتغل معاها يعني كل الأجيال اللي اشتغل معاها قدر أنه هو يطلع من كل جيل ومن كل نجم شكل محدش هيعرف يطلعه غيره دي مهبت المخرج نحن بنقول ليه هو مخرج كبير لأنه بيقدم الممثلين في شكل مختلف بالزبط الكتكات أحمد عبد العزيز أحمد زكي في أرض الخوف حتى لما اشتغل مع فاتن حمامة وده رأيي في الكتاب أنه أخذ فاتن حمامة إلى عالمه هو لم يذهب إلى عالمه وكان طبعاً متشوق جداً نشتغل مع نجمة كبيرة زي فاتن لكنه الحقيقة أقدم أيضاً فيلم يندرج تحت العالم الخاص بده ودعب السينما نجح قوي في فكرة السنائيات المتكررة الدوات توهات لأنه الحقيقة هو الأصل القصة أنه بيهتم جداً بكتابة السيناريو وممكن يقعد فترة طويلة جداً يشتغل على السيناريو أساس نجاح الأستاذ داود هو اهتمامه بالسيناريو أو اللي احنا بنسميه الورقة الشخصية بتبقى شبه مكتمل على الورقة وبالتالي بيبقى الأمر محتاج إلى بعض الجهد بس فيه أنه اختيار الممثل مناسب وبالتالي تتشكل حضرتك السنائيات اللي بتقولي عليها وكل ممثل موهوب بيجد فرصة كبيرة جداً في شغل الأستاذ داود مين أكتر النجوم اللي حسيت أنه المخرج والأستاذ داود عبدالسيد كان علامة فارقة في حياتهم كتير جداً طبعاً أقولهم طبعاً محمود عبدالعزيز لأنه دور كتكات هو الأشهر يعني هذا الفيلم هو الأشهر في مسيرة الأستاذ داود لكن حالتك شوفي مثلاً نور الشريف في البحث عن سيد مرزوق شوفي مثلاً أحمد زكي في دوره المهم والأساسي والصعب في أرض الخوف شوفي فاتن كما لم تريها من قبل في شخصية امرأة مترددة هي نرجس في أرض الأحلام كل ممثل كلي بريق عند الأستاذ داود شوفي مثلاً شخصيات أخرى في أدوار مساعدة زي مثلاً شريف مونير في كتكات زي عيدة رياض في الكتكات هو اهتمامه بكل الشخصيات مش بيعمل فيلم لنجمة واحدة أنا عايز أقول لحضرتك أن الكتكات فيه 15 شخصية 15 شخصية أنت بتخرجي من الفيلم فاكرة 15 شخصية مش محمود عبد العزيز بس رغم البريق الكبير طبعاً لا هو الكتكات طبعاً حالة أصلاً حالة يعني مختلفة تماماً بكل تفاصيلها وعايز أتكلم مع حضرتك عن فكرة اعتزاله بعد ما كتبت الكتاب هل فكرت في وحضرتك بتحضر الكتاب دي أنه ممكن إمتى يعتزل الفنان والأستاذ داود عبد العزيز؟ أستاذ داود عملياً معتزل وبعيد عن المآخر فيلم بقاله حوالي 6 سنين تقريباً لما حضرتك آخر حاجة كان 2014 فيلم قدرات غير عادية ورغم أنه عنده سيناريوهات جاهزة ورغم أنه بدأ معاينة فيلم اسمه رسائل حب وكان اختار كمان حتى من نشلة بتبقى بطلة الفيلم لكن لظروف خاصة وظروف إنتاجية توقف الفيلم عملياً أستاذ داود زي ما شرح برضه أنه المسألة مش شخصية يعني هوش بتكلم عن نفسه هو بتكلم عن جيل تم تغيب وأجيال من المبدئين تم تغيبه بتكلم عن المناخ السائد اللي هو الحقيقة لا يحفز على الإبداع ولا يحمس أصلاً على الإبداع فالحقيقة ما كانش المسألة خاصة باعتزاله هو شخصياً لأنه معتزل فعلاً يعني بظروف الإنتاج وظروف العمليات السائدة أراد الأستاذ داود كما فهمت يعني أنه يلفت الأنظار إلى المحنة اللي بتعيشها السينما والمبدئين الجدين زي الأستاذ داود أو غيره من الأجيال الأخرى